أهلاً وسهلاً بكم في الوحدة التدريبية السادسة تحت عنوان فهم وأشراك الشباب في مكافحة تطرف العنيف في هذه الوحدة التدريبية سوف نقدم إرشادات لفهم أدوار الشباب في المجتمع مع الاستفادة من بعض المبادرات الأخرى التي تشرك الشباب بشكل مبناء في سياق مكافحة تطرف العنيف وهي تتضمن الأدوات التي تبرز الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والعاطفية التي تعتبر أساسية عند محاولة فهم مجموعة متنوعة من العلاقات والشبكات والاحتياجات ضمن فئة الشباب في سياق معين وأيضاً سوف نستكشف السبل التي يمكن بها تعزيز تشيك الشباب على ثلاث مستويات مختلفة السياسات، البرامج والمستويات الشعبية بما في ذلك قيادة البرامج وأخيراً سوف تستكشف هذه الوحدة التدريبية الفرص والمخاطر ضمن العلاقات التي يقيمها الشباب مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل قيقطاع الأمن والسلطات المحلية وسوف تقدم أمثلة حين تمكن فيها الشباب من بناء علاقات تعونية مع أصحاب المصلحة الحكومية بما في ذلك داخل المجتمع المدني وقطاعات الحكومية وسوف نبدأ بلماذا من المهم إشراك الشباب ودعمهم في مكافحة التطرف العنيف إن الشباب مصدر لإمكانية التغيير الإيجابي باعتبارهم جهات فاعلة وموصوقة بالنسبة إلى أقرانهم هوني عم نعنى إنه بالنسبة للشباب التانيين يعني إذا أنا كشاب بحاجة لشاب تاني مثلي يعني أنا بكون مصدر موصوء بالنسبة للشاب الآخر هوني عم نقصد فيها الأقران والجهات الموصوقة يجلب الشباب قيمة إضافية لجهود مكافحة التطرف العنيف من خلال شو القيمة الإضافية لجهود مكافحة التطرف العنيف في خلال مشاركة الشباب؟ أول شي منظورهم الفريد حول القضايا والشباب المعرضين للتأثر بالراديكالية والتطرف العنيف أكيد عندهم منظور فريد لأنه هن بيقدروا يعرفوا ويحصوا بالآخر الشاب اللي مثلهم أكتر من الآخرين فهن بيحصوا بأقرانهم وبيعرفوا واجعهم أكتر من غيرهم أفكارهم وحلولهم الفريدة بشأن التطرف العنيف قدرتهم على الوصول بشكل أفضل إلى الشباب المعرضين للتأثر بالراديكالية والتطرف العنيف مثل ما قلنا لأنه هن قادرين يوصل لأقرانهم أكتر من غيرهم إشراك الشباب يعزت قدرتهم على الصمود إذاء التطرف العنيف وكذلك الصمود الآخرين هن كنا حكينا قبل عن ما معنى الصمود نبقى على الصمود الفردي أو الصمود الاجتماعي طيب كيف فينا نشارك الشباب بمكافحة التطرف العنيف أول شيء من خلال تلبية توقعات الشباب التي تشمل الحاجة إلى الاحترام والكرامة وحرية الأختيار هن لازم نضوع على ثلاث إشياء الشباب بحاجة لثلاث إشياء بحياتهم يحصوا أنهم محترمين حاسين أنه عندهم كرامة وأنهم قادرين يختاروا ما حدا أكبر منهم عم يختار عنهم وإلا فلن يتم تمكينهم بطرق تجعلهم أكثر قدرة على الصمود أمام الإنجزاب إلى التطرف العنيف فنحن بحاجة لهذه ثلاث شروط ثانيا مساعدة الشباب لتأمين مستقبلهم الخاص مثل الحصول على التعليم أو بدء مهنة أو معالجة المظالم لسيما عندما تكون هذه هي دوافع التطرف العنيف نحن حكينا أنه المظالم أو في بعض الدوافع هي اللي بتخلي الشباب يروحوا للتطرف العنيف اللي حكينا عنهم بوحدات سابقة فلما بتكون حاجتهم للعمل أو للتعليم هي اللي عم تشكلهم مظالم نحن لما منساعدهم على أنه نأملهم هذا المستقبل هنكون عم نزيحهم عن موضوع التطرف العنيف طيب كيف فينا نشارك الشباب بمكافحة التطرف العنيف وين يجب اشراك الشباب أولا على مستوى السياسات مستوى الممارسين ومستوى الشعبي خلينا نشوف شو أصدنا يوصي قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن بوضع ركائز الخمسة التالية أول شيء مشاركة، حماية، منع، الشراكة، وفك الارتباط وإعادة الدمج لما عم بحكي على صعيد المشاركة يعني شرك الشباب بالقرارات نحميهم ونأملهم مستقبلهم الخاص نمنعهم من أنهم يفوتوا على موضوع التطرف العنيف نخليون شركة مع المجتمع المحلي بمكافحة التطرف العنيف وأكيد بحال نحن حكينا بالوحدة التدريبية الأولى عن كيف بنعمل فك الارتباط وهذا بخلال نموذج مكافحة التطرف العنيف فنعمل فك الارتباط ونعمل إعادة دمج لإلن بالمجتمع خلونا نشوف سلم المشاركة الشباب أول شيء في عنا مثل ما شايفين فيه السلم خلينا نشوفه من تحت لفوق ما حنزل نطلع فيه من فوق لتحت حنشوفه من تحت كيف ببلشوا بيكونوا عم يتلاعبوا بالشباب بفقرة عدم المشاركة التلاعب بالشباب وعدم إحاطاتهم بالنشاط من الأساس أصلا ما منذكر الشباب ما منخبرهم عن هيدا النشاط أو بالمرحلة الثانية من عدم المشاركة إذا عم نحكي بالسلم من تحت لفوق هو استخدام الشباب بس كازينة أو ديكور تعوا لقلكن لهون يلا أنتوا كونوا موجودين قاعدين ومخصكن بشي ثلاثة استخدام الشباب بصورة رمزية نبعثهم على اجتماعات بس منذهم يشاركوا بأي نوع من أنواع القرار هولي بيسلوا معدم المشاركة أما بالنسبة لسلم مشاركة الشباب كمان عنا درجات في عنا تعيين الشباب وإحاطاتهم بالنشاط يعني نخبرهم عن الشباب ونحطهم كمشاركين بهيدا النشاط ثلاثة استشارة الشباب وإحاطاتهم بالنشاط كمان قبل ما نعمل النشاط نستشيرهم شرائيا بهيدا النشاط ثلاثة المبادرة من قبل الشركاء ومشاركة اتخاذ القرارات مع الشباب نشارك الشركة وناخد ويكون فيه قرار مشترك بيننا وبينهم نكون عم ناخد قرارات بناسبة معهم كمان ما قبل الأخيرة بالسلم المشاركة العالي المبادرة والإدارة من قبل الشباب يكون هن المبادرين وهن اللي عم بيديروا النشاط بنفسهم هن يكونوا عم يطلقوا المشاريع أما بالنسبة لللفل الأعلى أو المستوى العالي من سلم مشاركة الشباب هو المبادرة من قبل الشباب وتتم مشاركة القرارات مع الشركاء الآخرين مش الشركاء اللي بيحطوا برامج وبيحطوا الشباب فيها لا بيكونوا الشباب هن المبادرين وهن اللي عم يجتمعوا مع الشركة ويحطوهم بالنشاط ويشاركون بقراءهم فهيدا متل ما شايفين سلوا مشاركة شباب من الأوطى من الأدنى للأعلى طيب بهيدا الفيديو هنكون عم نشوف فاطمة فاطمة هي صبية من المغرب هتكون عم تحكي عن مشاركتها الأولى بمجلس القيادة الشبابية اللي راحت أبعد من المشروع اللي كانت منظمة البحث عن أرضية مشتركة حاطته فاطمة مرئت بفترة كآبي شخصية لما أجمروها أن تترك كلية الطب بسبب خطر جماعات المتطرف العنيفة بالمنطقة بس فاطمة هلأ هي قائدة شابة بمجتمعها بتعزز التعاون مع الشباب والزعماء المحليين وتبني قدرة الشباب على مجافحة تطرف العنيف خلينا نشوف فاطمة ورحلتها لإقافة تطرف العنيف كمان عندنا فيديو لما منقول الفيديو اسمه التقي بأهل باب الزهب وهو فيديو صار من قبل منظمة مارش هيدا المنظمة اللبنانية اللي اشتغلت مع مجموعة من الشباب واستخدمت المسرح للمشاركة مع شابان وشابات بيحيان من أحياء مدينة طرابلوس اللي أصلا كان فيه النزاعات ومنشوف كيف استمرت مارش بالتعامل مع هيدول الشباب لتساعدهم انهم يحصلوا على فرصهم بالمستقبل خلونا نشوف الفيديو بس كمان متل ما شفنا انه مشاركة كتير من الأشخاص إن كان النساء أو بعض القادة المجتمعيين أو رجال الدين له مخاطر كمان مشاركة الشباب إلى بعض المخاطر خلونا نشوف شو المخاطر المحتملة لأشاق الشباب بأنشطة وبرامج مكافحة تطرف العنيف أولا قد لا يكون لدى ممارسي مكافحة تطرف العنيف الأدوات أو المرونة اللازمة لفهم ديناميات الشباب في سياقهم أو قد تكون لديهم صور نماطية سلبية عن الشباب أول شيء الناس اللي عم بيممارسي مكافحة تطرف العنيف ما بيكون عندهم المرونة كيف بيفهموا كيف هي كيف الشباب وكيف بيفكروا أو عندهم صمار نماطية مثلا إنه كل اللي بيشاركوا كل المتطرفين العنيفين هن من فئة الشباب هايدي صور نماطية لازم نكون نشيلة أو إنه الشباب ما بيفهموا يشتغلوا فلازم الكبار ياخدوا قرارا اثنان قد لا يكون الشباب مستعدين بشكل مناسب للمشاركة أو قد يخشى الشباب من أن ينظر إليهم على أنهم أدوات لصالح أجندة منظمات أو مؤسسات أخرى أول شيء الشباب نفسهم ممكن ما يكونوا مستعدين ما عندهم الأدوات الكافية ما عندهم بناء القدرات اللازمة لحتى يكونوا مشاركين بهيك موضوع حساس أو هنه ممكن يكونوا خايفين أنه يستعملوا كأدوات لأجندات أو منظمات دولية أو بإيدان الأمن أو السلطات يمكن أن يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها من خلال إشراك الشباب بطرق قد تؤدي إلى الإدرار بالآخر أو مفهوم الشراكة كمان ممكن يكونوا خايفين أنه يتم استخدام المعلومات اللي حتى تتجمع من خلال إشراك الشباب أنه تضر بغيرهم من الشباب أو بمفهوم الشراكة على صعيد المجتمع المحلي وأخيراً بهذه الوحدة التدريبية أطعنا على النقاط التالية خلينا نشوف نقاطنا المستفيدة الرئيسية لم تكن جهود مكافحة تطرف العنيف فعالة إذا لم تلبي احتياجات الشباب والشابات نحن حكينا أنه الحاجة للاحترام حاجة للكرامة وحرية الاختيار هل ثلاث حاجات أساسية فما حتكون الجهود مكافحة تطرف العنيف فعالة إذا لم تلبيناه الاحتياجات الثلاث يحتاج الشباب والقيادات الشبابية إلى الاحترام وكرامة وحرية الاختيار حتى يكونوا شركاء وقادة في مكافحة تطرف العنيف فهذا اللي حكينا فيها بالنقطة الأولى يجب أن يشارك الشباب بفعالية في جميع مستويات مكافحة تطرف العنيف باعتبارهم شركاء وقادة مهمين وموسقين لازم يكونوا عندهم دور أساسي على جميع المستويات ما بس أنه هنزيني أو ديكور الشباب يعملون بالفعل في مجال مكافحة تطرف العنيف ويجب رسم خرائط لجهودهم ويجب دعم الجهود الناجحة إذا كان عندهم مبادرات عن جد يكونوا عم ندعمهم وأخيرا غالبا ما يقوم الشباب بالتنظيم والعمل بشكل مختلف مما قد يخلق تحديات أمام التعاون بالإضافة إلى فرص لزيادة فعالية البرامج هون واضحة يزداد مستوى مشاركة الشباب عندما يتمكن الشباب من القيام بدور أكبر في تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها أكيد لازم نكون عم نزيد مستوى مشاركة الشباب لحتى يكونوا عندهم دور أكبر بتصميم البرامج والرصد والتقييم قد تكون وأخيرا قد تكون هناك حاجة إلى إزالة العوائق والتحديات من قدامهم للشباب وقد يحتاج الشباب إلى تزويدهم بموارد إضافية من أجل أن يتمكنوا من المشاركة في الأنشطة أو تولي زمام الأمور وكيادة برامج مكافحة تطرف العنيف وليه ممكن تكون على صعيد بناء قدراتهم بمجال مكافحة تطرف العنيف وأخيرا بنتشكر حسن إصغاءكم للوحدة التدريبية السادسة وأهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر